عن عمر يناهز 86 عاماً رحل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بحسب بيان النعى فيه الديوان الأميري الكويتي السبت الموافق 16 من كانون الأول لعام 2023 نعى رحيل الأمير الذي كان قد دخل المستشفى إثروعكة صحية طارئة ألمت به وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 وللشيخ نواف أربعة أبناء وابنة هم الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبد الله النواف والشيخ سالم النواف والشيخة شيخ النواف وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة لتبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962 عندما تولى منصب محافظة حولي حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضرية وسكنية وتجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عاما وبعد إعلان وزير شؤون مجلس الوزراء الحدد الرسمي في الكويت لمدة 40 يوما نادى مجلس الوزراء الكويتي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والذي قال الكويتيون أن قيادة البلاد تستلهم الحكمة والرشدة من تاريخ انتوارث به شيخ الصباح حكم البلاد والاستمرار على مسيرة الأخوة والصداقة مع الدول العربية والعالمية اشتركوا في القناة